حدثنا سفيان بن عيينة عن اسمعيل بن أمية عن مولا لهم مزاحمي بن أبي مزاحمين عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش لم يثبت سفيان اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرنة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح كبيرا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة